في آية من آيات الله يخوف الله بها عبادة تشهد المملكة ودول العالم حاليا أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحالي حيث يكون خلالها الأرض والشمس والقمر على خط مستقيم ومستوى واحد بدأت عند الساعة التاسعة و 24 دقيقة في المملكة مراحل الخسوف بخسوف جزئي حتى اكتمل دخول قرص القمر خلف ظل الأرض الساعة العاشرة والنصف ليلا واستمر مدة 103 دقائق قبل أن يظهر نور القمر عند الساعة الثانية 10 و 13 دقيقة بعد منتصف الليل ويخرج القمر تماما من منطقة الظل الساعة الواحدة و 19 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة تجدر الإشارة إلى أن هذا القرن سيشهد 225 ظاهرة خسوف للقمر منها 85 كلية و 6 فقط ستستمر أكثر من ثلاث ساعات أطولها سيكون الخسوف الذي سيحدث بل يحدث هذا اليوم من جهاته تابع المرصد الفلاكي في جامعة المجمعة في حطة سدير ظاهرة أطول خسوف للقمر في القرن الحالي حيث أوضح مدير المرصد عبدالله الخضيري في لقاء مع القناة السعودية نسب بطول الخسوف هذه الليلة يرجع إلى أن القمر يمر بمركز الأرض في مخروط ظل الأرض طبعاً الخسوفات والكسوفات لها طبعاً مواعيد محددة في جدول الخسوف والكسوف بالنسبة لطول الخسوف في هذه المرحلة أو في هذه الليلة لأن القمر يمر بمركز الأرض في مخروط ظل الأرض ويمر بمركز ظل الأرض بالتالي يعتبر أطول خسوف للقمر خلال الـ 21 حيث يبلغ مثل ما تفضلت تقريباً 103 دقائق الخسوف الكلي طبعاً الآن بدأ الجزئي بعد ذلك سينغمس القمر في مخروط الظل إلى أن يصل إلى متوسط مركز الأرض في الخسوف الكلي الساعة العاشرة تقريباً هو 25 دقيقة يبدأ ثم العاشرة والنصف إلى بعد منتصف الليل ثم يعود مرة أخرى كما بدأ في الخسوف الجزئي إلى أن يخرج من الخسوف الجزئي إلى شبه الظل ثم يخرج تماماً من مستوى الحد الخسوفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر